اذا نرجعنا لكم مشاهدينا وراح نكمل حلقتنا وننتقل لفقرة بالعافية مع الشيف زهري خلينا نتابعها اليوم بدي عملكم اشي كتير حلو ماربل كيك نوع من الكيكات نصف فانيلا ونصف شوكولاتة بس هالمرة هزيد عليها برشة البرتقال وكمان في هاي الوصفة ما هستخدم الحليف بس بدالها هستخدم اللبن لهاي الوصفة بدي كوب سكر ثلاثة حبات بيد كوب زبدة كوب صوص شوكولاتة كوب بين وثلاثة ارباع كوب دقيق كوب لبن بدي بيكينج سودا ملح وبيكينج باودر وفانيليا ننبلش هالوصفة بدي اخلط الزبدة مع السكر وهلا حضيف البيض والبنيلا حمسح اطراف شوي اتأكد ان كل الوكونات هيخلطوا مع بعض وهلا بدي حضرة دقيق بدي اخلط معه البيكينج باودر والبيكينج سودا والملح وهلا لأكمل وصفة الكاكة بدي ازيد شوية دقيق بعدين ازيد شوية لبن وهيك بكمل لحد ما اخلص الدقيق والأمام هلا حصب الكاك بقلب القالب بس حصب نصف الكاكة هون حصب نصف الكاكة عشان حضيف شوكولات للنصف الثاني هتلاحظوا انه قبل ما ضفت الكاكة بقلب القالب انا ضحنته بالزبدة و شوية دقيق هلا حبيت الشقالة على باقي الكاك و حبرش شوية قشرة البرتقال فوق الخلطة وهلا حضيف باقي الكاك فوق القالب حفرض الكاك شوي و حطه بقلب الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة هلا جهزة الكاكة سيحتك تير طيبة هلا حقلب الكاكة بتبرد موسيقى صار الوقت لحط الكاكة في صحن التقديم موسيقى 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 شكرا لك كتير زهرة على وصفة الكيك الطيبة والزاكي ولإن شاء الله تعجب جميع أفراد الأسرة من بعد هاي الوصفة رح ننتقل هلا لفقرة كده أحسن حتى نتعرف على كيفية تحضير الحلوى للناس اللي حابين يكون نظامهم الغذاء صحي تماما ويقللوا من السعرات الحرارية خلينا ننتقل إذن إلى فقلت كده أحسن